السلام عليكم النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة شاومي أعلنت عنه وموبايل شاومي 14CV الموبايل دوت بيجي بمواصفات ممتازة جدا وصاد الفئة السعرية بتاعته واللي بيعتبر من أفضل موبايلات فعلا اللي بتقدم المواصفات ديت وصاد السعر المنافس في الفئة المتوسطة علشان يعني الموبايل يعتبر مواصفاته في الفئة الرائدة فركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه أول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل طول الموبايل دوت 157 ملي وبعرض 73 ملي وبصمك 7.5 ملي والوزن عمل حوالي 180 جرام والظهر بتاعه بيجي مصنوع من الإزاز أو السيليكون بوليمر على حسب أن نسخة تشتريها مع فريق من الألمونيوم في النسختين وبدعم تركيب شرحة نتصال مع دعم شبكات 5G وبنسبة للصوت الخارجي فبيجي استيريو بقوة 84 بيت واستغنع عن مدخل 3.5 والبصنة بتاعته بتيجي تحت الشاشة وبنسبة لمصافات الشاشة فبتيجي من نوع LTPO AMOLED بمساحة 6.5 بوصة ومع نسبة استحابات بتوصل لـ 90% وبضقة 1236 في 2750 بيكسل وبأبعاد 20-9 ومع كسافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة وبتجي بقوة إضاءة بتوصل 3000 شبعة تحت الشمس يعني إضاءة ممتازة جداً مع تقنية الـ HDR 10 Plus وبتدعم 68 مليار لون يعني برضو تشبع ألوان قوي وبخاصية الـ Dope Vigil معاهم ومع معدل تحدث عالي واللي هو الـ 120 هيرتز وبيجي عليها طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Vector 2 يعني طبقة حماية قوية وبنسبة للرام والزاكرة فالموبايل دوت بيجي بنسختين الأولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 512 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع UFS4 وللأسف مش يدعم تركيب مامريكارد بس انت عندك نسختين كبار اختار اللي يعجبك فيهم أما بقى بالنسبة للسوفتوير والمعالج فالموبايل دوت بيجي بنظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة HyperOS مع معالج سناب دراجون 8S Gen3 بمعمارية 4 نانو ومع 8 أنوية بتردد بيوصل لـ 3 جيجا هيرتز مع معالج روسومي أدرينو 735 ودوت معالج كويس جدا في الفئة بتاعته وبيعتبر معالج رائد حرفيا ويهد معك وقت محترم وكبير أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بتلات كاميرات خلفية الأولى بدقة 50 ميجابيكسل فتحت عدسة F1.6 وبتدعم تثبيت البصري والكاميرا التانية بدقة 50 ميجابيكسل فتحت عدسة F2.0 وديت كاميرا تولفوتو 2X Optical Zoom والكاميرا التالتة بدقة 12 ميجابيكسل فتحت عدسة F2.2 وديت كاميرا UltraWide بتصور بزاوية 120 درجة وبيجي معهم فلاش لدهم مزدوج وبيدعموا بتقنيات البانوراما والـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 60 فريم وبدقة Full HD بسرعة 960 فريم وبنسبة للكاميرا الأمامية فالموبايل يجيب بثنين كاميرا أمامية الأولى بدقة 32 ميجابيكسل فتحت عدسة F2.0 والكاميرا التالية بنفس الدقة اللي هي 32 ميجابيكسل فتحت عدسة F2.4 وديت كاميرا UltraWide بتصور بزاوية 100 درجة وبتدعم تقنيات الـ HDR وتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 60 فريم وبنسبة للباقي التقنيات فالموبايل دوت في Wi-Fi من الدار السادس وبلتوس من الدار 5.4 ومعما كمان يجيب السو تقنيات NFC والـ IR لكن ما فوش راديو وبنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 4700 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط مع الشحن من نوع Type-C2 وبدعم كمان خاصية الأوتو جي يعني تشحن البطارية من 0% لـ 100% فحوالي 40 دقيقة وده وقت كويس مش وحش وبنسبة للألوان فالموبايل دوت بيجيب 3 ألوان الأزرق والأخدر والأسود وبنسبة لسعره فالموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 520 دولار يعني حوالي 25 ألف جنيه مصري و1950 ريال سعودي و70 ألف دينار جزائري و681 ألف دينار أراكي وبس كده كده أنا خلصت وبنسبة رأي في الموبايل فلنشاف الموبايل كويس جدا وامكانياته ممتازة وبذات كمان المعالج اللي فيه معالج محترم أوي وطبعا بقى المواصفات مش وحشة ومواصفات برضو ممتازة وراك تحت في التعليقات مهم جدا بس في النهاية اوعد تنسى تعمل لايك سبسكرب وشير والسلام عليكم